العد التنازلي للعودة السياسية يبدأ إشارات ضمنية لجمهور التيار الصدري بضرورة الاستعداد لمرحلة جديدة ومؤشرات لتمهيد لعودة تدريجية لزعيب التيار إلى المشهد السياسي ذاك بعد قرار إعادة تفعيل الكتلة المستقيلة برئاسة حسن العذاري الصدر الذي انشغل طوال السنتين الماضيتين بعد انسحاب كتلته من البرلمان عام 2022 بإعادة هيكلة قوته الشعبية يوجه بتشكيل خمس لجان مركزية للتواصل مع القواعد الشعبية للتيار من بينها لجنة الكتلة الصدرية المستقيلة برئاسة حسن العذاري وتوزعت اللجان التي شكلها الصدر على النحو الآتي إشراف الجمعة والجماعة برئاسة مهند الموسوي الديواني العشائري برئاسة عبد الرضا الخزاعي البنيان المرصوص برئاسة محمد العبودي وشدد الصدر على تطبيق كل البنود التي وردت في التوجيهات وإرسال تقرير الأسبوعي إلى المكتب الخاص سبق تلك اللجان وضع خريطة طريق من قبل زعيب التيار من 12 نقطة لقيادات التيار بالتواصل مع القواعد الشعبية وتضمنت توجيهات إقامة جلسات تثقيفية وتسهيل فتح دورات تعليمية والتيكيد على دور الشباب والجيل الصعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصرا لا غير توجيهات الصدر الأخيرة تتفاعل في مختلف الأوساط السياسية لأنها تأتي بالتزامن مع حراك سياسي تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي طبقا للبرنامج الحكومي أو طبقا لموعدها المقرر نهاية العام المقبل ترجمة نانسي قنقر